السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي اليوم مجددا لنتحدث عن موضوع مبارك هذا الموضوع هو فلا تنسى ذكر الله فلا تنسى ذكر الله من أراد العلاج للأمراض النفسية من أراد أن يطمئن قلبه من أراد أن يسعد القضية سهلة جدا أن يملأ قلبه بذكر الله نحن في زماننا هذا الزمان هو أعظم وأرقى الزمنة البشرية جميع المراحل والمحطات والحقب التاريخية التي مرت منها البشرية أعظمها وأحسنها وأفضلها هو هذا الذي نحن فيه في القرون الثلاثة الأخيرة تحققت للإنسانية الكثير من المنجزات كانت هناك الثورة الصناعية وكانت هناك المكننة ثم جاءت الثورة التكنولوجية ثم جاءت التنمية ثم جاءت الديمقراطية ثم جاءت حقوق الإنسان ثم جاء الرفاه في العيش أكرم وأحسن فترة في تاريخ البشرية هي هذه التي نحن نعيش فيها أيام زمان كان الإنسان إذا أراد أن يرتحل من مكان إلى مكان كان يلزمه في رحلة الصفر معدات وأشياء كثيرة والمسافة طويلة جدا مثلا الناس كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا فقط لأداء مناسك الحج إلى أرض الحجاز كانوا المغاربة كي يخذوا سنة سنة ستة أشهر ذهب وستة أشهر إياب وتقريبا دلت الحجيج لا يعودون لأنهم يهلكون منهم من يموت في الطريق ومنهم من يضل الطريق ومنهم من يقع له مكره لا قدر الله ويجدون الصعوبة في العيش الكريم في الطعام والمبيت والإقامة اليوم سبحان الله العظيم في عصرنا هذا اللي يبغي يمشل البقعة المقدسة الطائرة ست ساعة أهو وصل وبكارد جيشي يخلص فندق خمس نجوم طعام وشراب وإقامة فخمة وحراسة أمنية وكل الخير أفضل وأحسن زمان في الأزمنة البشرية هو هذا أيام زمان كان الناس يبحثون عن العلوم يذكر بأن كبار المحدثين كالإمام البخاري والإمام المسلم والإمام النيسابوري وغيرهم من الأئمة المشهورين كان الواحد فيهم إذا أراد أن يبحث عن حديث واحد يبقى شهور وشهور وهو ينتقل من مدينة إلى مدينة من قرية إلى قرية من دولة إلى دولة ولا يكاد يجد حديث واحد اليوم مع الثورة التكنولوجية وأنت جالس أمام الحسوب نقرى واحدة نقرى فإذا بجميع الأحاديث النبوية بين يديك تختار منها ما تشاء العلم تطور وقص على ذلك الطب والتكنولوجيا وكل شيء زماننا هذا هو خير الأزمنة على الإطلاق لكن نجد هذا الزمان فيه شقاء كبير الناس يتحدثون في خطابهم عن التعب وعن الأزمة وعن الأضرار وعن القلق ما الذي يقع في زمان هذا إذا قمنا بواحد البحث دقيق غالقوا بأن زماننا هذا لا ينقصه إلا شيء واحد فقط شيء واحد وكل شيء سوف يستقيم ستستقيم كل الأشياء لا ينقصنا في هذا الزمان أي شيء عندنا العلم عندنا التروة عندنا الإنسان متقدم بحقوقه عندنا المصار الديمقراطي رائد عندنا الخيرات في كل مكان التروة البشرية التنمية الاقتصادية ما الذي ينقصنا شيء واحد هو الذي كان أيام زمان عند الناس القدمة الناس القدمة كانوا سعداء جدا رغم أنهم كانوا فقراء رغم أنهم كانت تجيهم مراحل للأمراض الأوبئة الطاعون كانت تجيهم الفقر الشديد كانت تجيهم المجاعة ومع ذلك كانوا سعداء أكثر 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 مننا بكثير لماذا؟ لأن ذا الشيء الوحيد لكن افتقدوا إحنا هنا في عصرنا هذا كان عندهم في ذلك العصر ما هو دا الشيء الوحيد؟ هو ذكر الله ذكر الله لا يمكن أن يختلف إثنان على أن العصور الماضية إذا فتشنا في التاريخ غد القو بأن جميع الناس اللي كانوا قبل منا كانوا سعداء جدا رغم فقرهم ورغم توضعهم لأنهم كانوا ذاكرين لله عصرنا هذا رغم أن في كل شيء ولكن عندنا الكثير من القلق والاضطراب والتعاسع والسبب عدم ذكر الله فنحن في أمس الحاجة في زماننا هذا أن نقوم بكما نسيت حتى عن التورة الاقتصادية والتورة الاجتماعية والتورة السياسية نحتاج إلى التروة والتورة تورة حقيقية لاكتسبها التروة الحقيقية اللي هي هي ذكر الله غلقوا بأننا سعداء ومطمئنين ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كل واحد مننا يسأل نفسه كيف حالنا مع الذكر كيف حالنا مع التسبيح كيف حالنا مع التهليل كيف نحن مع التكبير وكيف حالنا مع الاستغفار أم نحن من الذاكرين لله أم نحن من المسبحين لله أم نحن من المستغفرين لله أم نحن من اللهين نحن من الغافلين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يأمرنا بالإكتار من الذكر لأنه البلسم للجروح والمفتاح للأبواب المغلقة يقول الله جل جلاله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهُ أُذْكُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا هذا الذكر له أثر عميق في حياتنا النفسية وفي علاقاتنا الاجتماعية وله العكاس قوي على المجتمع داخلياً في كل الأصعيدة القرآن الكريم ذكر كلمة الذكر أكثر من ثلاث مئة آية في أكثر من ثلاث مئة آية ذكر الذكر لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد منا أن الذكر يدور معنا في كل وقت وحين يدور مع كل إنسان في كل شؤونه وفي كل أحواله وفي كل أطواره ملي كتفق في الصباح الباكير كتفق بالذكر وملي كتشع العمل ديالك كتكون في الذكر ملي كتلبس اللبس ديالك كين ذكر ملي كتكل طعام ديالك كتقول ذكر ملي كتأخذ أي نعم للنعم كين ذكر في المساء أيضاً كله ذكر عند النوم ذكر عند العلاقة الزوجية ذكر في نظر إلى الأولاد ذكر في كل وقت وحين هذا الذكر ينبغي أن يكون في كل الأطوار والصلاة هي نوع من الذكر ولكن الصلاة هي فقط نوع الذكر أشمل وأكبر الذكر هو عبادة القلب والصلاة عبادة الجوارح نحن نصلي جميعاً لله خمس مرات في اليوم هذا ذكر صلاة ذكر ديالجوارح رقوع وسجود وغير ذلك أما الذكر فهو عبادة القلب لهذا قال الله عز وجل وأقمي الصلاة لذكري وأقمي الصلاة لذكري فالصلاة إنما شرعت من أجل ذكر الله تعالى اليوم كالقوبي أن البشرية قلقة ضجرة لكي تبع وسائل الإعلام غير بل العالم ضجر غير تفرج في الأخبار تمرض نفسياً غتسمع بأن بؤر توتر في كل مكان غتسمع بأن الصراع ما بين الدول على المصالح غتسمع بأن هناك ترويج للأسلحة غتلقى بأن هناك اختلاسات للأموال العامة غتعرض بأن هناك قلق في كل مكان غتسمع الأخبار تصاب بالاكتئاب لهذا بعض نسكي والسوق لا تسمع الأخبار خصوصاً متعلقة بالعالم العربي لأنها تؤدي إلى الاكتئاب وتؤدي حتى الرجال اليوم نحن في أمس الحاجة إلى البحث عن سكينة النفس نحن في أمس الحاجة للبحث عن طمأنينة القلب لا شيء يؤدي إلى ذلك إلا الذكر الذكر يجعل نفسك تشعر بالسكينة يجعل قلبك يشعر بالطمأنينة ومن ثم ينعكس على سلوكك وعلى أفكارك وعلى ممارساتك اليومية فلا يصدر منك إلا كل خير ثور أن المجتمع كله ذاكر لله وكلك يشعر بالسكينة والطمأنينة وكل يفكر بنور الذكر الكل سوف يعمل خيرا وبالتالي ستلقى بأن هذا الذكر عنده العكس عظيم جميع الكروب تنفرج انفراج الكروب وجميع العقد تحل ويؤدي إلى محبة الله وربك إذا أحبك جعل الدنيا في خدمتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بوصفة وصفة إذا قمنا بها ونحن في عصرنا هذا عصر العلم والتكنولوجيا نحن في أمس الحاجة إليها قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويدرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله هذا أعظم شيء الأمر الذي يحبه الله خير الأعمال ذكر الله أزكاها عند مليككم ذكر الله أرفعها في درجاتكم ذكر الله خير من إنفاق الدهب والفضة ذكر الله خير حتى من الجهاد في سبيل الله ذكر الله هذا هو التعليم الذي علمه إينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تصوروا بأن النبي الكريم يحكي لنا يوم القيامة حينما تنتهي قصة الحياة وحينما تقوم القيامة وحينما يخرج الناس من قبورهم وحينما يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ثم يسدلوا الستار أنذاك الناس في الجنة يشعرون بالحسرة الحسرة على ماذا يتحصرون وهم في الجنة؟ يتحصرون على أنهم ضيعوا أوقات في الدنيا لم يذكروا فيها ذكر الله حتى واحد ما كيتحصر لأنه بقى بلاشا أو تحصر على أنه ضاع لي حق في المحكامة أو كيتحصر أن الفتاة بقت بلا زواج أو إنسان لم يرزق أولاد أو إنسان ظلم هذه كل متاهات وأشياء هامشية لكن أعظم خسارة هو أن الإنسان كتمر بأيام بل ولحظات في الدنيا ولا يذكر فيها الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها الله إلا تحصر عليها يوم القيامة يتحصر الصالحون كانوا يفرحون بذكر الله لماذا؟ لأنك يقول لك إذا ذكرت ربي ربي غيذكرني صور الرئيس ديالك في العمل رئيسك المباشر يذكرك يقول لهم فلان أو فلان الله يعمر له الدار فلان أو فلان نسم زيانين مصلحين مباركين تصور تصور الرئيس ديالك كي يشكرك غتفرح أكيد غتفرح وكتشعر بالنشوع فما ظنك بأن الذي يذكرك هو الله جل جلاله الخالق الذي قال في محكم تنزيله فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم الله أعظم مقام أعظم أعظم وأرقم مقام ركنوا بعض الصالحين توقع عليهم واحد النوع بحل الحمق والجنون يطلقوا الدنيا وكي تسمى بوهيلي وكي تسمى المجدوب جذبته رحمة الله يقول لهم خدوا دنياكم تمتعوا في أزماتكم الاقتصادية والسياسية ودعوني مع ربي كمش بعيد كذكر الله سبحانه وتعالى وكي يشعر بالحلاوة فاذكروني أذكركم سيدنا النبي يخبرنا بأن ربنا عز وجل في الحديث القدسي ماذا يقول عن الذاكرين لكي شغل نفسه بذكر الله يقول أنا عند ضن عبدي بي وأنا معه حينما يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة الله 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 أعظم نعمة وأعظم كرامة هي أنك تذكر ربك فيذكرك أنك تذكر أمام الناس وترفع اسم الله أمام الناس فيرفع الله اسمك في السماء أمام الملائكة أنت إذا اقتربت من الله ولو قليلا فإن الله يقترب منك كثيرا لا إله إلا الله هذا الذكر أيها الأحبة الكرام فيه كرامات عظيمة الصالحون كانوا دائما يبحثون عن حلق الذكر وعن مجالس الذكر ما كنت عندهم أزمة نفسية ما عمرتش وحد فيهم قال لك أنا عندي الاكتئاب ولا قال لك أنا عندي القلق ولا قال لك أنا يبغي انتحر ولا قال لك أنا الوضعية الوقع في المجتمع ما عجبنيش أبدا ممسى لي شوية هذا كله كبال غير الهامش هذا كبال رزقوره مضمون ورحمة الله واسعة كيف ذلك؟ حينما يحرس على البحث عن مجالس الذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وحد القوم يجتمعوا بذكر الله إما لتلاوة القرآن العظيم وإما لتلاوة السنة النبوية الشريفة وإما للتسبيح والتكبير والتهليل كيعطيهم الله عز وجل مجموعة من الهدايا الهدية اللولة تحفهم الملائكة كيعود صحابك وإحبابك هم الملائكة احنا في عصرنا نسكتش كوم الجن عندهم المس عندهم الصرع واللوج الجن مقتح من علينا الجلسات دينا ولكن حينما تذكر الله حفتهم الملائكة كيعطي أنت غادي وغادي معك الملائكة في السيارة كتسوق وحدك الملائكة غريل السوق ومعك الملائكة كتمشي البرلمان ومعك الملائكة كتمشي الحقل للفلاحة ومعك الملائكة كتمشي الإدارة المصنع معك الملائكة وكتمشي البيتك مع زوجك وأولادك حفتهم الملائكة يا سلام لحياة ملائكية حياة نورانية إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة الله كيعد الإنسان مرحوم كيشعر الرحمة في قلبه وكيشعر بأنه في الممشى الرحمة تبعه وتتقدمه وهو ومن حوله مرحومين لوجوده غير هوك يكون وسط الناس هو مرحوم ومن حوله مرحومين للرحمة التي اكتسبها من الله فسبحانك يا جليل الناس اليوم محتاجين للرحمة وربما ولتنا القلوب قاسية ولينا بعضياتنا كنت حاسبوا حسابات مقابية مبقاش ولا تنسوا الفضل بينكم محتاجين الرحمة باش نكتسبوها نحرص على مجالس الذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة الناس اليك يقلب على الدواء الدواء النفسي اليك يقلب على أنه يعد مرتاح نفسيا بعدن القلق والاكتئاب العلاج بسيط جدا هو أنه ينتظم في جلسة الذكر ونزلت عليهم السكينة يعد قلبه عمر بالسكينة وذكرهم الله في من عنده ربي عز وجل لك يذكرهم في واحد المقهم رفيع وسلم الملائكة تصور بأن الملائكة كيعرفوك كيعرفوك باسمك واسم أمك وأبيك إذا وقع لك شيء حاجة الملائكة كلهم كيعرفوه فلان راهوه فوق الأرض بش عرفوه لأن الله يذكر اسمك واسم أمك وأبيك في السماء كما تذكره فوق الأرض هذا الذكر أيها الأحب الكرام نحن في زماننا هذا وفي حياتنا هذه المليئة بالأزمات والشقاء والشكاوة نحن في أمس الحاجة إلى ذكر الله وإلى تسبيحه لأن ذلك سوف يشع النور في قلوبنا سوف يكون هو الباعث لنا للراحة والطمأنينة سوف يكون هو زادنا في الدنيا ومن خرجنا الدنيا وصفر بلا زاد فهو خاسر كلنا راحلون الناس كتسمعوا إرحل 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 هذا في الخطاب السياسي وزير إرحل رئيس حكومة إرحل ولكن هل تعلمون بأننا كلنا كلنا راحلون اللي يرحل مسألة بسيطة ولكن الرحلة الطويلة اللي تابعنا جميعا هيا الإنسان غير يشعر ب غير يشعر بواحد النوع من الندم إذا كان السفر طويل وسوف يرحل وما عنده زاد الزاد هو الدكر فقط الزاد الدكر ماشي الدولار ماشي الأورو وماشي تعويم الدرهم الزاد هو الدكر إذا عندك الدكر فأنت أغنى الأغنية أما الذي غفل عن ذكر الله وقلبه حديد صلب وعينه جافة فهذا بسرعة يغرق في بحر المعاصي هذا بسرعة أنه يقع في المحرمات والعياد بالله ربنا عز وجل يقول لنا راه لي ما ذكر الله تعالى اشكن الصديق دياله غير يسمى عنده صديق شيطان شيطان صديقه يقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريم يا ما تحدثنا عن القريم في هذه الحلقات اشنا هو القريم انت عندك قريم معك وانا عندي قريم ديالي وكل واحد منه عنده قريم ذاك القريم لازمك في كل وقت واحين سبحان الله هالتكنولوجيا الحديثة اثبتت لكثير من قضايا الدين تصور ان كاميرا المراقبة اللي كان في الزطغوط في طريق السيار وكان في اماكن كثيرة من الشوارع تستعمل المراقبة مراقبة امنية الى كانت سرعة مفرطة الى كانت جرائم يعني ادل اي حاجة يجيبوك يجيبوك الكاميرا كتراقب وكاميرا دقيقة جدا وفيها زوم كتزوم تصور اشبت اشبت هذه الكاميرا هو ان بعد الحواد يدل السير المميتة شو واحد قلت لي هذه السير من اللي كتصور الكاميرا كتصور ذاك الشخص غدي مثلا في دراجة نارية وصدمته شاحنة او انسان راجل وصدمته سيارة اللحظة فيش كتضرب وكتح بالموتة ديانو كيخرج منه قارين لقاوا الصور كثيرة كثيرة من اللي كتح بالنادم كيخرج منه بالنادم خر اسود بحل الخيال وكيمشي بعيد وكترقب الكاميرا حتى كيختفي عن الانظار كيقولك شكونتك اللي سكن فينا احنا يا ذاك هو القارين كل واحد منا عنده قارين ديانو يقدر يكون القارين ذاكر لله من الصالحين لا يدلك الا على الخير ويقدر يكون القارين ديالك شيطان فما تسمى منه الا الشر دي ما غضبان دي ما مقلق دي ما كتشتقل المعاصي نتصلي ما في يمن نتصلي اسمع القرآن ما كنستسوش اجنل الخير ما بقى خير في البشر دي ما عندك ازمة ركنتلا عندك ازمة عندك ازمة فيها قارين في حين الانسان اللي هو يدائما مقبل على الخير وعلى الفضل مبتسم منشرح عنده قارين ملائكي قال رب العزة جل جلاله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قارين في المجل سابعك يا ربي السلامة لهذا ربنا عز وجل نهانا عن الغفلة عندكم يا بني ادم تغفلوا را ربي دلنا برحمته الوسع دلنا غفلات لنا اختبار اعطاك الله مجموعة للاشياء تغفل عليها اول حاجة اعطانا الله الاموال احنا كلنا من اللي كيصبح الحال احنا كنجريوه كنقلبوه على لقمة العيش ومن من يفوقو لقمة العيش كيقلب على التروع بغى الفلوس بغى الكنتبونكير ديالي كون ضخم بغى بزيب ديال التروات هنا وهنا 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 هذه فتنة وكين اللي مضربة مع ولاده هذا مشى المدرسة هذا مقراش هذا انحارفلية النهار كامل هو مضرب مع ولاده ربي قال لك شوف وانسى شوية انسى الفلوس انسى التجارة انسى الاولاد وانتبه الى ذكر الله وكل شي غير صوبلك يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فالأولئك هم الخاسرون اش حال ديالناس كتقول لي اش حال دكرت يا ربي يقول لك قليل نهار كامل ومضرب مع الولاد مدرسة الخدمة تباتة سدو البيبان مضرب مع الولادات ومع الفلوس وبقى ليوانو مشيط طوالو غير ذكر الله تعالى وانشاغل بالذكر الله الولادات غير صلحه بفضل الله والرزق غير جتل عن ذكر من ذكر فهذا الذكر عظيم جدا انه يطرد الشيطان ويقمعه يقول ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاتم على قلب ابن ادم كل واحد منا عنده شيطانه جاتم على قلبه فاذا سهى وغفل وسوسله فاذا ذكر الله تعالى خنس احنا كلنا عندنا شياطين مليك تسمع دوك الهواتف في ذهنك واحد الخاطر اجين دير كده اجين صوب كده دك سعر خواطر ذهنية هي في الاصل وساوس شيطانية تقول الانسان بقده وقضيده راجل فاضل وكتلقى كده الوحد الفعلة اعود باللوشط الراجين او ايسا ربما عالم او صالح او مسؤول وكده الوحد الفعلة ناقصة تقول كيف فجأة الانسان سمحت له نفسه ان يقع في هذه المستوى الدنيا رأى ما شهوه رأى الشيطان دياله كيستنى غريغفل كيقولي تزيد زيد هناكي وقف العقل وكيوقف القلب ويقع في المحضور الشيطان جاتم على قلب ابن ادم فاذا سهى وغفل وسوسى له فاذا ذكر الله خنس اي تراجع لهذا سمي الشيطان بالوسواس الخنس والذكر هو الذي يخنسه اي يبعده عنك هذا الذكر يبعد الشيطان يطرده يقمعه وايضا يقربك من الله الله عز وجل يرضى عنك الرحمن يرضى عنك ويزول الهم والغم عن القلب ويقوّل الله تعالى البدم وينور الله الوجه ويشرح الله الصدر ويجلب الله تعالى لك الفرح والغبطة والرزق الوفير سبحان الله العظيم الداكرين كتلقى عندهم واحد نور دي المهابة في وجوههم كتلقى عندهم واحد نظرة جميلة كتلقى هم يشعروا بالحلاوة دي الإيمان لماذا؟ لان الله يحبهم الذكر يورط محبة الله الذكر يشافين من الأمراض والأسقام ربنا عز وجل ويقول وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين الذكر هو غراس الجنة من اللي كان يذكر الله تعالى راني كان غرص شد واحد السبحة ويدكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وليله الحمد غضي في الطريق غضي في الخدمة راه في الله راه غراس كي غرص فالذكر غراس الجنة النبي الكريم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة فقط هذه الكلمة قولها قولها الآن قل سبحان الله العظيم وبحمده هاي تغرصت لك الآن نخلة في الجنة هذه النخلة عظيمة ظلها ظلا ضليلا لا يقطعه الراكب إلا في خمسمائة سنة فيها من الخيرات والبركات هذه النخلة ما لا ينتهي وتصور في كل قولك سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده نخلة 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 قد يجي يوم القيامات قاسك بان عندك فددين دي المنخيل قد تكون من اغنى الاغنية واقس على ذلك الى عندك الهم والغم فقط ذكر الله يزيل كل الهموم ويبعد كل المشاكل سبحان الله ثم يعطيك الكثير ذكر الله السبب للعطاء كان بعض الناس كان عرفهم سبحان الله العظيم عطاب الله الدين والدنيا بعد الهائلات كانت عنده نعيم عيش في اللا قداش تبارك الله ما شاء الله والسيارة تبارك الله والخيرات وكتلقى متديم من اللي كنت بتقلب واشهده تقرأ الاقتصاد وعلم من اين تقتل الاكاتف او انه علمك لا 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 احتوى قرأ عادي بحال الناس ولكنه ذكر ذكر من اللي كلمة لمقاريش سبحان الله العظيم شئ ناس من كبار الاثرية ما عمره بقرة وانسان بسيط جدا وعيش سلطان في حياته عنده الخير كله الاموال البركة الصحة الجمال الدين كتقلب ما هو السر الذي عنده هذا الشخص حتى وصل الى هذا المقام واش جاتوا بالقرية جاتوا بالديبلوم ادخل الانتخابات اختالس الاموال العامة اضلمنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة